وكذلك علم يسمى علم الطبقات علم الطبقات معناه يعرف به طبقات الناقلين لأن الصحابة طبقات فالله سبحانه وتعالى ذكر منهم ثلاث طبقات في كتابه في القرآن فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذه الطبقة الأولى من هي المهاجرون شرفهم الله بأن جعل منهم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من المهاجرين قال له الهجرة لكنتم رعا من الأصار فالهجرة اختص بها أهلها مضت الهجرة لأهلها الطبقة الثانية قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم نولحون ما المقصود بهذه الطبقة؟ الأنصار فالأنصار هم الطبقة الثانية بعد المهاجرين وقد شرفهم الله بهذه الصبات والتزكية من رب العالمين القسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم الذين جاءوا من بعدهم من الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة وكانوا يأتون فيسلمون ويتعلمون أحكامهم ثم ينطلقون ومنهم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية من قريش كخالد بن الوليد وعمر بن العاصي وعثمان بن أبي طلحة وغيرهم ومنهم الذين أسلموا في الفتح في العام الثامن من الهجرة كمعاوية بن أبي صفيانة وأبيه وأقيه وعدد كبير جدا هائل منهم ألفان من الصحابة من قريش ألفان من الصحابة يتسمون مسلمة الفتح ومنهم الذين أسلموا بعد ذلك عام الوهود وهو العام التاسع من الهجرة جاء فيه الوهود من جزيرة العربي إلى المدينة لم تبقى قبيلة معروفة إلا جاء منها وفد يمثلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الوهود الذين جاءوا في العام التاسع بخلاف ما سبقهم مثلا وفد عبد القيس جاء قبل الفتح جاء في العام السابع فعبد القيس أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم اليوم خير أهل المشرق فجاء وفد عبد القيس فرحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نادمين وقد قال البدوي رحمه الله به وفد عبد القيصي أخبر النبي وإذ أتا أتحفه بمرحبي فإنهم قالوا له إنا لا نقدم إليك إلا في الشهر الحرام وبنتيك من شقة بعيدة ولا نقدم إليك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر هذا دليل على أن الفتحة لم يكن بعد وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر لكن الوفود التي جاءت في العام التاسع كلهم يعتبرون من الطبقة الثالثة من الصحابة هذا التقسيم الثلاثي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حجته حجة الوداء التي ودع فيها الناس لما نزل بمنا قسم المسجد إلى أهلات أقسى القسم الأمامي منه جعله للمهاجرين والأنصاء والوسط جعله لمسلمة الفتح والمؤخرة جعلها إلى الأعراب الأعراب الذين جاءوا من أطراف جزيرة العرب لدينا تقسيم آخر وهو تقسيم أهل الحديث يقسمون الصحابة أربعة أقسى القسم الأول الذين اجتهرت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا في حياته رجالا كبارا معناه كانوا بالغ الحلم في وقت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم الذي يسمى القسم الأول من الصحابة القسم الثاني الذين كانوا صغارا في العهد النبوي ولكنهم عاشروه وعاشوا معه كالذين ولدوا بعد غزوة وحدهم في المدينة مثلا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابناء سبع سنين ونحو ذلك فهؤلاء يسمون الصغار الصحابة فهم مقطوع بصحبتهم وأيضا روايتهم ماضحة جدا كزينب بن تيابي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها دخلت عليه وهو يغتسل فرش في وجهها من غسوله من الماء الذي يغتسل به فكان ما مسه الماء وكانت أجمل النساء بسبب الرش الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عدد من الذين رأوه منهم من عقل المججة وهو محمود بن الربيع وهو طفل من النصار محمود بن الربيع طفل من النصار صغير دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزرعتهم ففيها دلو معلق في نخل فيه ماء فاغترف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضمض فاه ومججة على هذا الولد فكان هذا الولد معروفا لم يشف رأسه حتى ما توقع قد عاش أكثر من مئة سنة لم يشف رأسه وقد عقل تلك المججة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث عنه أي حديث إلا هذه المججة فالصحابي ليس من شرطه أن يحدث هؤلاء يسمونه صغار الصحابة القسم الثالث الذين روّوا بعض الأحاديث ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاشوا كبارا في زمانه لكن لم تثبت لهم صحبة ولقاء فاختلف الناس فيهم ألهم صحابهم لا مثل عبد الله بن عكيم فعبد الله بن عكيم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جلد الميتة وكان رجلا كبيرا في العهد النبوي عبد الله بن عكيم لكن لم يثبت أنه صحابي ومن هذا القسم قوم كانوا رجالا في العهد النبوي ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يكن إيمانهم في العهد النبوي إيمانا صحيحا فلذلك يعتبر إسلامهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الصحيح ومن هؤلاء الحكم بن عبي العاص بن عمية بن عبد شمس وهو والد مروان عم عثبان بن عفان فالحكم أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومن مكة إلى الطائف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خراب خلافة هذه الأمة على يد ذريته فكان بنوه بنو مروان وفي حديثه به ريرة رضي الله عنه حدث مروان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خراب أمتي على يد غيلمة من قريش فقال مروان من هؤلاء خابوا وخسروا قال أما إني لو شئت لقلت بنو هلان وبنو هلان اقصد أولاده هو أولاد مروان أولاد مروان عشرة ولكن اشتهر منهم عبد الملك وعبد العزيز عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز وعبد الملك يمير المؤمنين أولاده تأمر منهم تولى الخلافة منهم أربعة الوليد وسليمان وهشام ويزيد وذرياتهم فهم الذين يفسدوا الخلافة لأن مروان هو الذي كتب الكتاب على لسان عثمان إلى أهل مصر وفيه إذا أتاكم محمد بن أبي بكر فاقتلوه ومروان أيضا هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم الجمل فكانت الفتنة بسبب ذلك وهو الذي قتل النعمان بن بشير في الشام يوم مرجراه لكن المهم أن آباه الحكم كان رجلا في العهد النبوي ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح جاء به عثمان فزعم الإسلام لكن الواقع أنه إسلامه ما صح إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد من الصحابة